السلام عليكم قصتنا اليوم من سوريا وحصلت أحداثها القصة في محافظة حلب في عام 2020 لا تنسونا من الاشتراك في القناة اللي يسمعنا أول مرة والإخوة والأخوات المشتركين لا تنسونا من اللايك للفيديو بارك الله فيكم زاهر شاب بسيط فتح عيونه على هالدنيا على الحرب القائمة في سوريا يعني لما كان شاب صغير هو ولما بدأ يوعى ويكبر شوي شوي كانت الحرب شغالة والدنيا قائمة وهي قاعدة هذا زاهر في بداية العشرينيات من عمره من عائلة بسيطة جدا ويشتغل زاهر في أحد المحلات المختصة في بيع المواد التموينية يعني مثل ما نقول بيع بالجملة والمفرق وشغل زاهر في هذا المحل تحميل وتنزيل وتضبيط البضاعة هذه وترتيبها في الرفوف وفي أماكنها الخاصة فيها وأيضا يحمل البضاعة لما يجي أي حدا يشتري من المحل هذا في كثير أصحاب المحلات الصغيرة يجون يشترون من هذا المحل وزاهر كانت مهمته أيضا يحمل هالبضاعة هذه اللي يشترونها لأصحابها في سياراتهم الصغيرة أو يكونون مستأجرين سيارة وبعد ما يحمل هالبضاعة في منهم يعطونه يعني بقشيش مثل ما نقول أو إكرامية وبعضهم ما يعطي وكان راتب زاهر راتب ضعيف يعني يا ذوب ممشي الحال يساعد أهله في مصاريفهم وفي مصاريفه الشخصية وهو كشاب يعني يطلعوا يفوتوا مع أصدقاء ولكن الظروف الاقتصادية والمعيشية والأمنية ظروف سيئة جدا ظروف الحرب وتبعات الحرب اللي يعني وضع زاهر وضعه مثل وضع آلاف ومئات الآلاف من الناس العايشين في سوريا نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب المهم هذا زاهر خلال عمله في المحل كان يشوف بنت تتردد على المحل بشكل شبه يومي تجي تشتري بعض الأغراض من هذا المحل والمحل مثل ما قلنا يبيع جمله ومفرق وأسعار المحل هذا بما أنه يبيع جمله ومفرق فأسعاره تكون مختلفة أو يعني أدنى من المحلات الصغيرة الثانية هالبنت هذه إعجبت زاهر وصار يعني يتبادله وياها النظرات يعني من بعيد البعيد وقام تجرأ فيها ذاك اليوم وطلب رقم تليفونها وعطاها رقم تليفون وقالها اتصلي علي لحقها في أحد الزواريب يعني وقالها أنا قصدي شريف وإذا ممكن اتكلميني على هذا الرقم وفعلا البنت هذه أخذت الرقم وراحت على البيت وبدأت تفكر بينها وبين حالها أتصل ما أتصل قالت خليني أتصل أشوف فعلا تقوم البنت تتصل على زاهر مرحبا كيفك شو أخبارك أنا البنت اللي لحقتني وعطيتني رقم تليفونك وكان يعني في تبادل للنظرات والإعجاب وحس أنه البنت يعني معجبة فيه وهو معجب فيها قالها يا بنت الناس يوفي أنا والله رجال ناوي على زواج وأنا من أول ما شفتك حبيتك وأنا يعني غرضي شريف مو غرضي أني أتلعب أو ألعب عليك أو أنه الحركات هذه والشباب اللي يسوونها مع البنات لا إذا اتفقنا أنويات وحبيتيني وحبيتك أنا مستعد أجي أتقدم لك وأخطبت البنت خجلت وكذا فأقال أخذي وقتك وفكري البنت هذه خلينا نسميها مونة مونة هذه صارت أتفكر بينها وبين حالها يعني الشاب هذا يعني على قدر من الجمال قاما جميلة وشاب يعني ما يعيبه شي وكانت تشوفه يعمل فيه المحل بجد ونشاط وكل يوم تشوفه يحمل وينزل وكذا أنه مثابر على دوامه يعني وصارت تتردد على المحل والاتصالات شغالة بين زاهر وبين مونة وبدأت علاقة الحب تتطور شوي شوي بيناتهم إلى أن مر عليها عدة شهور ويتصل هذاك اليوم زاهر على مونة وقالها ها يا مونة يعني حلنا أنه كون يعني فهمنا بعضنا شوي وأنا رجال والله مستعجل ودي أتزوج وقطار العمر ماشي وخلينا نغتنم الوقت شو رأيت قالت له والله اللي تشوفه مناسب يا زاهر انت شاب مبين عنك ابن حلال وابن ناس وكذا اتقدم الأهلي ما في عندي أي مشكلة وإذا أهلي وافقوا أنا كمان موافقة زاهر انبسط وراح خبر أمه وأبوه وقالهم أنا شفت بنت وأحبها وبنت ناس وبنت عالم وودي أخطبها قالوا له هلو يا ابني انت يعني لسه شايف شرون الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المادية صعبة يعني غير قادرين على تكليف الزواج هذه اليوم حتى لو كانت المتطلبات بسيطة قالهم أنا يعني أدين شوي من صاحب المحل هذا اللي أشتغل عنده أستلف منه وانتوا تساعدوني شوي ونحاول يعني أنا ودي أتزوج يعني قدما تأخرت وشوفت عينكم الأحوال مكانك راوح أقنع أهله أنهم يروحون يخطبوله البنت هذه مونة وفعلا هذا كل يوم يروح الأم والأب بعد ما أخذوا العنوان وراحوا على أهل مونة وتقدموا الخطبتها وجدت مونة قدمت لهم الضيافة القهوة والحلو وشافه البنت وقالوا فعلا اختيار ابنه في مكانه وهالجماعة محترمين وولاد ناس وعالم ومن العائلات العريقة في حلب وأوضاعهم حوالي بعضها يعني ولكن أوضاع أهل البنت مونة يعني أعلى شوي ماديا مرتاحين شوي الجماعة قالوا لهم على بركة الله خلونا بس أعطونا يوم يومين ثلاثة اللي هي كالعادة الزواج التقليدي يعني عشان الأهل يعني مهم عقولة يوافقون دغري من نفس اليوم فقالهم أعطونا يومين ثلاثة انشاور البنت انشاور حالنا وردوا لكم خبر وإذا في نصيب حياكم الله قاموا الجماعة راحة وأهل مونة أسألوها شو رأيتش يا بنتي تقدم لك الجماعة هذول جاي يخطبونك اليوم وكذا انت تعرفين هالشاب قالت والله أنا شفته أكثر من مرة في المحل الفلاني اللي يروح نجيب منه أغراض وكذا واللي تشوفونه انت قالوا لها على بركة الله حسوا أنه البنت موافقة يعني ما عندها مانع من الابتسامة والخجة اللي ظهر عليها وكذا قاموا وبلغوا الجماعة قالوا لهم شرفة وحياكم الله البنت موافقة وعلى بركة الله أوجه زاهرة ذاك اليوم وأهله وجابوا هجاها البسيطة واخطبوا البنت وكتبوا الكتاب وحددوا موعد الزفاف وما طلبوا شغلات زيادة عن اللزوم على زاهر بسبب أنهم عارفين الأوضاع الاقتصادية قالوا بس إحنا ودنا بنتنا يعني أنها تقعد في بيت لحالة يستأجر له بيت وعلى بركة الله وفعلا يقوم زاهر يستأجر بيت بمبلغ بسيط ويستلف مبلغ من المال من صاحب المحل هذا اللي يشتغل عنده وجهز أموره وزبط مستلزمات العرز تدين من هناك وتدين من هناك وصارت الحفلة هذاك اليوم حفلة بسيطة يعني ضمن العائلة موه بصالة وكذا لا لأن الأمور والحفلات صارت مكلفة جدا والناس غير قادرة عليها فقالوا لك بدان ما نسوي حفلة ونركب علينا ديون فوق الديون اللي علينا لا نسوي حفلة عائلية بسيطة ضمن المنزل وصلى الله وبرك أو فعلا يسوينا الحفلة الصغيرة ويتم الزفاف على خير وتزوج زاهر ومنا وقعدوا في عشة زوجية وكانوا مبسوطين جدا في بداية حياتهم زاهر يطلع من الصبح على المحل هذا يشتغل فيه ويرجع مع المغرب قبل المغرب بعد المغرب يرجع على البيت يلاقي زوجته مجهزة لأموره ووضعه حمام أثياب نظيفة كذا أموره على العال وتروح الأيام وتجي الأيام تحمل منا من زاهر وصارت بحاجة إلى مراجعة الطبيب وكان حملها يعني فيه مشاكل شوي احتمال أنها تسقط وصاروا الدكاترة يطلبون تحليل ويطلبون أدوية وعلاجات وأمور يعني فوق طاقة زاهر زاهر يعني الأجار اللي يأخذوا من المحل هذا يادوب مسلك أجار البيت وبعض المصاريف الأساسية له والزوجته بدأ زاهر يعني ما عد يقدر يأمن المبالغ اللي تطلبها الدكاترة هذه تحليل وأدوية وأمور قويات ومدري إيش ولازم ما تتحركي ولازم كذا المهم زاهر في عنده أحد الأصدقاء صديقه هذا من حارة قريبة وكان يتردد على المحل اللي يعمل فيه زاهر وهذا صديق عنده سيارة سوزوكي السيارة السوزوكي هذه معروفة حجمها صغير تتنقل بين الحارات وتدخل بالأزقة الضيقة لأنها سيارة حجمها صغير ويستخدمونها أصحاب المحلات اللي يسكنون فيه الحارات القديمة وتحمل وزن لا يستهان فيه فهذا الصديق عنده هاي السوزوكي وكان يعني على معرفة نقدر نقول أنها متوسطة مع زاهر زاهر صار بعد ما يطلع من المحل يتأخر أحيانا على البيت وكان يلتقي مع صديقه هذا وبدأ يشكيله أنه والله الأوضاع سيئة وزوجتي حامل وحاجة إلى أدوية وعلاجات وقصص وروايات وأنا والله معد أنا قادر أني أأمن كل هالمتطلبات هذه وأجار البيت صار متراكم علي شهرين ثلاث ومنين ودي أدبر والله ما أنا عارف يقوم هذا الصديق قال له شغلة بسيطة شلوان بسيطة قال له شو رأيك تشتغل معاي بعد الدوام أو تغيب لك نص ساعة زمان أو ساعة زمان تأخذ إذن من صاحب المحل ونشتغل لنا شغلة بسيطة وطلع منها يعني مردود ما تدي كويس شنه الشغلة هذي قال له نركب أنا وياك بهالسوزوكا هذي ونمشي فيها الشوارع ونستغل أزمة السير أيوة لما يكون في أزمة سير يكون في السوزكات نفس السوزكا هاي اللي معاه وتكون محملة بضاعة تنقلها من المحلات إلى محلات ثانية مواد تموينية أي شغلة تكون محملتها هاي السوزكا قال له طيب أنا شو شغلتي يعني قال له شغلتك أنت تتعلق بسيارتي من ورا ولما يصير في زحمة وتوقف السوزكات الثانية هاي اللي محملة تنزل أنت وتتعلق بالسوزكا الثانية وتحاول تنشلك يعني أكمن غرض قنينة زيت علبة شاي سكر هالشغلات يعني اللي تقدر أنك تشيلها وطبعا أنا في هالوقت رح أكون ماشي بجانب السوزكا هذي وترمي هالأغراض بسيارتي وتنزل من السيارة هذي ونرجع نلحق سيارة ثانية إلى أن نجمع يعني خلال ساعة زمان ساعتين زمان نجمع لنا شوية أغراض ونروح نبيعهم في كتير ناس تشتري الأغراض هذي ونبيعها بسعر أقل من سعر السوق بشوي في عندي أنا زباين كتير تشتري محلات وكذا المهم التصريف ما عليك منه واللي يطالعوا منها بضاعة هذي بالنص بيني وبينك زاهر قلب الأمر بينه وبين نفسه حرام حلال أسوي ما أسوي قالوا خليني أفكر شوي ويا فلان يعني هذا الأمر حرام وسرقي قالوا أي حرام أي كذا بدك تعيش بكرة هاي زوجتك ودهم مصاريف وإذا ما جبت لها الأدوة وعلاجات ممكن تسقط وبعدين هذا الرجال صاحب البيت كل يوم تقول لي والثاني يجي ودي وطالعك من البيت يا تدفع يا تطلع ما في غير هالحال شون وراتب المحل اللي تشتغل فيه أنت ما هم كيف فيك حق أكل وشرب قال له بالأمر شوي زاهر وقال لك ما في مفر قال له أنا موافق قال له اعتبارا من بكرة نباشر بالعمل وفعلا يقوم زاهر يشتغل هذا الشغل هو وصديقه يستأذن من معلمه صاحب المحل يقول له والله زوجتي تعبانا بس ودي أروح أطلع عليها شوي يغيب له ساعة ساعتين زمان يلحقون هالسيارات السوزكات هذي يشرحون منها بعض البضاعة ويروحون يبيعونها في يروح هذاك يبيعها صديقه ويعطيه نص المبلغ ويرجع زاهر على المحل يداوم فيه المهم كان يحاول يستغل أي فرصة تجيه علشان يأما يأخذ إذن من أم معلمه أو يحاول يعطل فيه بعض الأيام أو يداوم نص يوم ويروح على شغلة السلب والنهب واستمر على هالحالة عدة شهور إلى أن أنجبت زوجته وجابت لولد وكان مبسوط جدا بهذا الولد هو وزوجته طبعا زوجته ما عندها علم أنه زهر شنو قاعد يشتغل قالها أنا قاعد أشتغل شغل إضافي بالإضافة الشغلة في المحل وقاعد أحاول يعني أضغط على نفسي أداوم دوامين علشان أأمن المستلزمات الليتش والإبنش والبيتنا وتروح الأيام وتجي الأيام المصاريف زادت لما خلفت زوجته الولد هذا صار بحاجة إلى حفظات وإلى أدوية وإلى علاجات وإلى روحة وجيه ودكتور ويومه مرشح ويومه مصخن ويومه ما بعرف إيش ويوم رايحين على الدكتور ويومه مغيرين الدكتور وأجارات السيارات بالنار وزاهر وزاهر هاللي قاعد يسلبه من الناس هو الصديق وطبعا مستمر هو في هذا العمل ما يوفر فرصة أبدا وشغله في المحل لما يجمع مع بعضهم يا دوب يأمن له مصروف نص الشهر وأجار الشهر يعني يا دوب يدفع أجار البيت زاهر فيه ألو أحد الأصدقاء موجود في تركيا وطبعا زاهر فيه ألو أقارب وزوجة زاهر إلى أقارب في تركيا بسبب الحرب في سوريا الكثير من السوريين اللي راحوا على تركيا وعلى دول الجوار وخصوصا سكان محافظة حلب وأرياف حلب جزء الأكبر منهم طلع باتجاه تركيا هذا الصديق اللي موجود في تركيا كان على تواصل مع زاهر وكان زاهر يشكيله الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المادية وما في شغل وكل شي صار بالنار قال له هالصديق شو رأيك يا أخي تطلع لعنى على تركيا أنت بزوجتك وأبنك هنا في تركيا شلو من كان تأمن مستلزمات بيتك أجار البيت وأكل وشرب هذا يعني بالحد الأدنى تأمنه أنه أنت مرتاح يعني تشتغل مثلك مثل أي عامل شي لك أنه أنه اليوم أنه أنت تجمع ثروة وكذا لا خلينا الآن بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية هذا أمر عادي وبسيط في تركيا أي محل تشتغل فيه اتأمن مصاريفك هذه وأنت مرتاح بدوام واحد يعني قال له زاهر أنت هايش تقول يعني هايش رأيك قال له والله ما في غير هالحل أحسن ما تظل يا أمي عندكم ووضاع اقتصادية صعبة وشغل ما في وكل شي عندكم غالي أطلع لهين شلون ما شلون قال له فيه مهربين يطالعون الناس يعني مقابل مبلغ مادي أطلع أنت من المدينة على ريف حلب وأنا أعرف أحد المهربين وأنا أكلمه وقال له زاهر طيب بس ما عندي المبلغ كامل هذا اللي أنت دقول وده يا المهرب قال له أنا أدفع الجزء لي نقصك وبس جيت لهين على تركيا تشتغل وتسدد لي قال له زاهر خليني أفكر وأشاور زوجتي يمكن زوجتي ما ترضى لأنه أمها وأبوها موجودين وصحيح لها أقارب هناك بس خليني أشوف أعرض الأمر عليها أو فعلا نروح زاهر يعرض الأمر على زوجته وقالها صديقي فلان قال لي الموضوع واحد اثنين ثلاث وعرض علينا نروح على تركيا وهناك الحياة أحسن وهناك نأمن مستلزماتنا وشوف تعيني تشيني شلون هالحياة صعبة حتى أمور التدفئة ما احنا قادرين نأمنها قالت له مزال الأمور هيك يا زاهر وفعلا أنا أقارب هناك اللي تواصل معاهم مع قريباتي وبنات عمي وقريباتي وبنات خالي أتواصل معاهم فعلا يعني أنا أشوف أنهم مرتاحات وما في المعيشة الصعبة هناك الروح ما في مشكلة وقالها جاهزي أمورك وجاهزي نفسك وضبينها شوية أغراض الثياب وكذا علشان نطلع ويقوم زاهر ينسق مع صديقه اللي فيه تركيا وقال له أنا عزمت أمري ودي أطلع على تركيا كلم مننا المهرب خلينا نلتقي إحنا وياه في المكان اللي يتحددوا وكذا أو فعلا الرجال هذاك يكلم المهرب ويطلع زاهر من حلب إلى الرياف حلب الشمالية المحاددة إلى تركيا والتقى فيه الشخص هذا اللي يحدد له ياه صديقه ودفع له جزء من المبلغ والجزء الثاني يدفع له ياه لما يدخلوا الحدود التركية داخل الحدود التركية أو فعلا يقومون هذاك اليوم بعد معاناة طبعا وبرد وهرب وركاض وخوف وصلوا داخل الأراضي التركية وكان الصديق في انتظار زاهر وزوجته وأبنه وقام خذاهم لعنده واستضافهم عنده كم يوم وعرفهم على المنطقة وطلع زاهر وجولة سياحية يعني عرفوا على المنطقة وزبط له طبعا أموره الأوراق اللازمة علشان يقدر يتحرك زاهر في بطاقة يسمونها بطاقة الكيملك اللي هي بطاقة أمنية خاصة علشان يقدر يتحرك كلاجئ في الأراضي التركية زبط له وراقه وأموره وبدأ يشتغل زاهر في أحد المحال التجارية نفس شغلته اللي كان يشتغلها واستعجر له بيت صغير ولكن اللي صار أنه زاهر ما اختلف عليه شيء في المعيشة يعني اللي مثل ما نقول طلع من تحت الدلف إلى تحت المزراب لو أنه ضال في حلب أحسن له بسبب أنه ما عنده مهنة وعامل عادي فرجع يعاني نفس المعاناة وبدأت المشاكل بينه وبين زوجته لما طلع من حلب هو كيف قدر يأمن المبلغ أو جزء من المبلغ قدر يأمنه عن طريق أنه زوجته عندها إسوارة ذهب قالها خلينا نبيعها وبس رحنا اللي هناك على التركية ولا لا أسوي ليس بدال الإسوارة ثلاث وفعلا لما وصلوا تركيا وبدأت معاناتهم هناك الوضع ما أعجبها زاهر مو قادر يأمن أدنى المستلزمات بدأت تحصل المشاكل وتتطور شوي شوي وصارت كل يوم والثاني تزعل وتروح لعند أقاربها الموجودين في نفس المنطقة يروح يرضيها زاهر ترد ترجع تزعل ترد كذا بعدين قالت له أمي تعال لهين أنا لا عاد ودي إياك ولا عاد يجمعني فيك أي شيء خلص يا أمي طلقني يا بنت الحلال يا بنت الناس يا كذا قالت له خلص أنا وياك وصلنا علي طريق مسدود وأنا خلص ما عاد أشتهيك ولا عاد ودي إياك زاهر هذا حاول طبعا زعلت هي وراحت لعند أقاربها حاول أنه رجعها بكثير بقليل وحتى تركت له الولد يقوم هذا زاهر بعد ما فقد المحاولات أنه يرجع زوجته ترجع له قالها طيب تعالي خلينا نرجع لسوريا خلص بما أنه الأوضاع ما عجبت خلص خلينا نرجع لسوريا ما رضيت قالت له خلص أنا راح أظل عند قلاي يقولك ترجع لسوريا رجع أنت الحالك أنت وابنك حتى ابنها ما يعني تركته الزاهر شنو اللي صار العقلها ما أدري المهم زاهر لما فقد كل المحاولات قام شال حاله ورجع إلى سوريا طبعا الرجع ما هي بحاجة إلى مبلغ مادي كبير مبلغ بسيط لأنه الرجوع يقدم طلب أنه يرجعه إلى سوريا ويدخل على يعني عن طريق المعابر الشرعية المفتوحة بين تركيا وسوريا ويتنقل من منطقة إلى منطقة إلى أن رجع إلى محافظة حلب المدينة ولما وصل هناك ومعاه ابنه ابنه هين فيها الحالة كان عمره ثلاث أربع سنوات ورجع لعند حماته اللي هي أم زوجته في هالوقت كان أبو مونة متوفي وكانت الزوجة هذه حماته الحالها في البيت يعني في منتصف الخمسينيات خمسة وخمسين ستة وخمسين سنة لما رجع على حلب ورجع مباشرة لعندها ليش ما رجع لعند أهله مثلا أم وأبو أم وأبو خلال الفترة السنوات اللي مرت توفه واثنين وما كان عندهم بيت ملك كانوا مستأجرين بيت أجار وأخوانه وكل من راح بديره وكل من صار ببلاد وما ظلله ملجأ إلا حماته لما رجع لعند حماته وكشت بوجهه شوي ولكن استحملته بما أنه معاه هذا الولد حفيذها وقالت لك خليني يعني راعي شعوره شوي على بين ما يأمن أموره أو يستأجر له بيت وصارت تلمح له شوي شوي وقالت له فيه بيت بقفة بيتنا أجاره بسيط وصغير ومناسب لك والأبنك وأبنك لما تروح الشغل جيبه وحطه عندي وأنا أعتني لك فيه ما في مشكلة المهم قام زاهر فعلا راح استأجر هذا البيت اللي بقفة بيت حماته وزبط أموره فيه وبدأ يتواصل مع زوجته اللي فيه تركيا طبعا لما رجع ما طلقه رجع على بناء أنه يحاول بس يرجع على سوريا يخلي حماته أنها تتواصل مع بنتها لعله وعس أنها ترجع بدأ يتواصل مع زوجته ويا بنت الحلال ارجعي هذا صرت أنا في سوريا وأنا موجود أنا وأبنت قريبين من أمت ارجعي ما ترجع ارجعي تقول له ما أرجع أنا خلاص على سوريا ما عاد أرجع خلاص خليك في سوريا أنت وابنك يكلم حماته يقولها أحتي مع بنتك يعني خلها ترجع قالت له أنا كلمتها أكثر من مرة ولكن البنت رافضة ترجع وقعد عند قرائبها هناك يعني حاولت أنا بس ما راضي يترجع المهم حماته هذه صارت تضايق منه تضايق من ابنه وقالت له أنا مرة كبيرة ومو يلا قايمة بحالي وما صراحة ما عاد أقدر أقوم برعاية ابنك هذا صار زاهر يوم يحطه عند عمته ساعة يحطه عند خالته عند نسوان هالأقارب وزاهر لما رجع على حلب رجع إلى شغلة السلب والنهب نفس الشغلة بس ما رجع يشتغل بالمحل اللي كان يشتغل فيه رجع لعن صديقه ويركبون هالسوزوكي ويصرقون من هالسيارات ويروحون يبعون البضاعة هذه ولكن زاهر ما شال من باله فكرة أنه ودي يرجع زوجته بأي طريقة وبأي ثمن كان ويخطر على بال زاهر فكرة غبية جدا ما تخطر على بال إنسان عاقل أو عنده ضرة من العقل شنو ودي يسوي زاهر يقوم هذاك اليوم ينوي النية السودة زاهر ودي يقومه بعمل لأجل أنه يخلي زوجته يترجع من تركيا إلى حلب ويقوم هذاك اليوم يروح على حماته سلم عليها وقعد هو إياها شوي ويتحدثون وقامت ساوت له فنجان قهوة وقالها والله أنا متضايق على مبلغ مادي بسيط بس بدي أجيب شوية أدوية للابني مريض وأجيب لتياهن بكرة بعد بكرة اليوم هي إن شاء الله بس الله يسرها معي أجيب لتياهن وصراحة ما لي حدا أدين منه وكذا غير أنتي وكانت الحماية هذه أوضاعها المادية نقدر نقول إنها كويسة ما شي حالها قامت الحماية فاتت على غرفة النوم وودها تجيب له مبلغ مادي بسيط علشان يجيب أدوية لأبنه ويقوم يلحقها على غرفة النوم ويسحب موس الكباس ويطعنها أول طعنة في ظهرها وقعت المرأة على السرير ويرجع يسدد لها طعنة ثانية في خاصرتها المرأة صارت تفرفر صارت تصيح منحلات الروح ويقوم يجيب مخدة ويحطها على أثمها على وجهها أو يكبس به المخدة ويضل ضاغط عليها حوالي ربع ساعة عشر دقائق إلى أن حماته فارقت الحياة وما ظل عندها أي حركة تأكد من موتها قام يدور بهالدروج بهالخزاين لقى مبلغ مالي بسيط جدا ما يستاهل الذبح ولا يستاهل القتل خذ المبلغ وخذ تليفونها وطلع من البيت لما طلع من البيت خلع الباب نسي يعني لأنه ارتكب هالجريمة وقال لك يعني طلع نسي باب البيت مفتوح الباب الرئيسي للبيت وهرب كانت غاية زاهر من هالجريمة هذه وقتل حماته قال لك أقتل حماتي وزوجتي لما تسمع بخبر مقتل أمها أو وفاة أمها راح تنزل مباشرة علشان تحضر دفن أمها وتودع أمها وتنزل من تركيا إلى سوريا ولكن اللي حصل أنه وحدة من الجارات اللي كانت تتردد دائما على حمات زاهر نزلت بطبيعتها نازلة تشتري لها غرض من الدكانة وهي نازلة وتشوف باب البيت مفتوح وما في بالعادة أنه الباب هذا يكون مفتوح دقت الباب يعني يعني تناوقتي ما في حدا دقت الباب ما حدا يجاوب قالت لك لعل وعسى أنه صار لها مكروه هل مرى هذه جارتي دخلت على البيت وتنادي يا أمو فلان يا أمو فلان ما في حدا ولا في صوت ولا في حركة بدأت تبحث توجهت إلى المطبخ إلى الغرف إلى كذا إلى أن وصلت إلى غرفة النوم وتشوف هذاك المنظر الصادم وإلا جارتها متمددة على التخذ غارقة في دمائها مفارقة الحياة مصدمة المرأة وهربت برات المنزل اتصلت على رجال الشرطة وبلغتهم أنه جارتي مقتولة في غرفة النوم حضر رجال الأمن وحضره الجيراء والناس فزعت وشوفونها المرأة الكبيرة منه اللي له مصلحة أنه يقتلها فعلا لما حضر رجال الأمن والأدلة الجنائية والبحث الجنائي ورفعه البصمات والكشف على مسرح الجريمة وتبين أنه المرأة هذه متعرضة إلى طعنتين ثلاث وتم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وتبين أنه أيضا من أسباب الوفاة أنه الخنك متعرضة إلى الخنك بالإضافة إلى النزيف اللي متعرضت له بسبب الطعنات اللي متلقيتها بدأوا رجال الأمن التحقيق والسؤال وجمع المعلومات عن هاي المرأة منو يتردد عليها هلها أقارب أبنائها عائلتها في سؤالهم للجيران طبعا وكانت إفادة الجارة هذه اللي اكتشفتها اكتشفت مقتل جارتها قارت المرأة ما لها حدا الآن أبنائها مسافرين برا وزوجها توفي قبل فترة وما في إلا هي فيها البيت ولكن اللي يتردد عليها زوج بنتها وزوج بنتها هذا على خلافات مع بنتها وزوجته في تركيا وكان بالفترة الأخيرة يتردد عليها وين ساكن ما وين ساكن قالت في البيت اللي قفانا هذا قف بيت حماته وعنده أبنه معاه أيام يحطه عند عمته أيام عند خالته والمهم خذوا المعلومات كاملة عن زاهر بدأوا يبحثون عن زاهر زاهر متواري عن الأنظار وبدأت رحلة البحث عن زاهر وجمع المعلومات وين يروح وين يجي من الأصدقاء من شبابها الحي إلى أن في اليوم الثاني زاهر ودو يرجع على البيت ودو يرجع دائما المجرم يرجع إلى مسرح الجريمة جاي على أساس الولد طبعا رجال الأمن كانوا مكلفين رجال منهم أنهم يراقبون منزل الضحية ومنزل زاهر ويرجع زاهر ثاني يوم على أساس ما عنده من الشيطان قطعه وما عنده خبر بهالموضوع نهائيا رجع لوين لعند بيت حماته على أساس جاي عليها ويمسكون زاهر تعال لي هيني زاهر وين رايح وين جاي قال جاي لعند حماتي قال عدل ما تدري شلو صاير قال حماتك لقيناها مقتولة مبارح ومتعرضة لعدة الطعنات وأصعفناها على المستشفى ولكن كانت مفارقة الحياة وكذا وصار يبكي زاهر وصار قالوا له ما تنفعك السوال فهذه كلها يا زاهر ويأخذون زاهر على التحقيق وبالضغط والتحقيق المستمر مع زاهر اعترف بجريمته النكراء ليش قتلت حماتك يا زاهر وشنو صرقت من عندها وشنو الدافع قال والله الدافع أنه أنا حاولت أرجع زوجتي من تركيا ولكن بقت كل المحاولات بالفشل وقلت ما إلي إلا أني أقتل أمها وعلى خبر مقتل أمها ووفاة أمها أنها ترجع على سوريا وهذا سبب الجريمة يخرب بيتك يا زاهر على هذه الجريمة الغبية المهم بعد تمثيل الجريمة وتسجيل أقوال زاهر ومن خلال التعقيق أيضا زاهر اعترف بأمور السلب والنهب اللي كان يقوم فيها هو أو صديقه ولكن صديقه كان متواري عن الأنظار في وقتها سمع في القصة هذه قصة زاهر واختفى من الوجود المهم زاهر هذا تم تقديمه للمحاكمة وبعد عدة جلسات تم الحكم عليه بالإعدام ولما سمعت زوجته في تركيا حزنت على أمها وزعلت عليها وقالت الله لا يردك يا زاهر كانت هذه نهاية القصة لا تنسونا من اللايك للفيديو والاشتراك اللي ما اشترك لحد الآن بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة